وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحياة مليئة بالألغاز مليئة بالأسرار الحياة نفسها سر لا يعرف أحد من البشر سر الحياة ما الفرق بين نبتة حقيقية وأخرى صناعية الفرق وجود الحياة في النبتة الحقيقية فما هي الحياة لا أحد يعرف ما الفرق بين إنسان حي وآخر ميت وجود الحياة في الحي وعدم وجود الحياة في الميت مع أن ظاهر الأمر واحد ما من أحد إلا وعنده أسرار حتى ربنا عز وجل عنده من الأسرار ما ليس عند أحد حينما نقول إن الحياة سر فهو سر الله وحينما نقول إن الموت سر فهو سر من أسرار الله حينما نتحدث عن العقل فنحن نتحدث عن سر لا نعرف إلا آثاره أما ما هو العقل ما هي العواطف لا أحد يعرف من الذين حصلوا على جائزة نوبل في الطب رجل اسمه أليكسيس كاريل كتب كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول يقول في ذلك الكتاب إن الطب أي إن البشر لم يكتشفوا بعده كل ما يرتبطوا بأسرار جسم الإنسان أما الحب أما البغض أما الحقد أما الكراهية أما الخجل أما الخوف أما العواطف الإيجابية أو السلبية فالبشرية لا تزال في الأفباء أبجدية معرفتها الجسم بعده إحنا ما عارفه الإنسان ذلك المجهول ربنا عنده الغيب وغيب الله طبقات قد يظهر بعض الملائكة على نوعا من الغيب ولا يظهر ملائكة آخرين عليه قد يُعطي لبعض الأنبياء سراً ولا يُعطي لغيرهم حتى الذين أحبهم وخلقهم من نوره فإنه أعطاهم أسراراً كثيرة تعجز البشرية عن تعدادها لكن يبقى عند الله إسم لا يخرج منه إلا إليه وحينما نقول إسم فلا نعني مجرد علامة شخص فلان إسمه زيد يعني نريد أن نشير إلى نريد الناس حينما يتحدثون عنه يعرفون عن من يتحدثون سمي زيد لكن أسماء الله تعني صفاته الله خالق هذا بعد بعد الخلق الله رازق بعد الرزق صفات الكمال صفات الجلال صفات الجبروت هذه هي عبارة عن صفات الله هناك عند الله إسم هو الإسم الأعظم من بين أسمائه وهو غيب لم يخرج من الله إلى أحد ولن يخرج من الله إلا أحد لا في الدنيا ولا في الآخر ربنا هو غيب هو غيب الغيوب وكذلك غيب الله في مختلف القضايا والمسائل أحياناً أنت تعرف قضية معينة بس بعدين تكتشف كان فيه سر أنت ما لتفتت إلا اكتشفت فيه ما بحر تحدث لك حادثة غير سارة فتشعر بالألم تشعر بالأسى إلا أنك بعد فترة تكتشف أن هذه الحادثة كانت نعمة ولم تكن نقمة وأن سراً ما كان كامناً فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاثة عشر عاماً من تبليغه للرسالة في مكة المكرمة اضطر إلى الهجرة إلى المدينة الهجرة إلى المدينة كانت مغامرة بحد ذاتها لازم يشف الطريق والجماعة يمكن يلحق به ووضع ابن عمه في مكانه ورجال قريش الأشداء يخيطون ببيته إذا كان أحد ينظر إلى هذه الحادثة بالمقاييس المادية ويحكم عليها بظواهرها كان يقول هذه هزيمة لأنه بعد ثلاثة عشر عاماً كان هو وأصحابه ورسالته في خطر وجودي يعني احتمال أن يقضى عليه وأن يقضى على رسالته ينتهي كل شيء لكن كان هناك سر في هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت هذه الهجرة بداية انتصاراته وبداية هيمنة دينه على هذه المنطقة الظواهر ربما لا تدل على الوقائع والحقائق إذن هناك دائماً في الحياة أسرار ولكل أحد سر ولابد أن يكون عند الإنسان أسرار لابد أن يكون عند أسرار هل يجوز لك أن تكشف عوراتك للناس هل يجوز لأحداً أن يكشف ما يجري بينه وبين زوجته مثلاً هل يجوز لأحداً أن يكشف عن أخطائه التي ارتكبها بينه وبين ربه أن يقول للناس عن الذنوب التي ارتكبها هذه يجب أن تبقى أسرار هذا فيما ارتبط بالجانب الشخصي من الفرد قد يقول قائل أليست الشفافية أفضل أن كل شيء يكون مكشوف الجواب على ذلك أولاً كلما ازداد الإنسان عقلاً ازداد وعياً وكلما ازداد وعياً ازداد علماً وكلما ازداد علماً ازداد عمقاً وكلما ازداد عمقاً لم يكن كل شيء ظاهراً منه هذا البحر الذي تنظر إليه مجرد مياه لكن في عمق البحر كلما كان أعمق كانت أسرار البحر أكثر ومن هنا كان عند الأنبياء غيب بعض هذا الغيب كشفوه للناس الحديث عن عالم البرزخ الحديث عن يوم القيامة عن الجنة عن النار عن الحساب عن الكتاب وأيضاً الحديث عن العواقم هذا الذي بيّنه الأنبياء للبشر كان غيباً أظهروه للناس وإلا البشر من وين يعرفون الميت يوم اللي يموت شي صغير بي في قبره ومن هنا إلى يوم القيامة ما الذي يجري عليه ويوم القيامة ما هي صفاته ومن يعرف من يعرف ما جرى قبل أن يخلقنا الله في هذه الأرض منذ بداية الخليقة من يعرف أو كان يمكن أن يعرف لولا أن الله كشف ذلك عبر أنبيائه للناس عن خلق آدم عما جرى لآدم وعما حدث له بين إبليس وبينه وما جرى في الجنة ما أحد كان يعرف ما سبق غيب ما سيلحق غيب وظاهرنا الذي نتعامل معه أيضاً فيها أسرار وفيها غيوب هذا الغيب يبقى سراً نعم في مجال القيم والمثل والمبادئ لا معنى للسر هذه الشفافية هذه الشفافية مطلقة العدل الحرية الإيمان متطلبات العبادة هذه الأشياء مثل القوانين ما في قانون في بلد من البلدان سر أساساً الأمر يصبح قانون حينما يكشف عنه حينما يكشف الجريد الرسمية أن قراراً من القرارات هذا يصبح قانون يكشفون عنه ماكو دولة تتعامل مع الناس بقوانين مجهولة حينما تكون الدولة بلا قانون بلا دستور فمعنى ذلك هذه الدولة متخلفة ودكتاتورية وطاغية ما في شك قوانين يجب أن تكون مكشوفة للناس وهي مكشوفة في العادة كل دولة عندها قوانين ظاهرة وعندها أسرار هم عدة قوانين ظاهرة وهم عدة أسرار أسرار عسكرية لمواجهة العدو وعدم انكشافها له أسرار اقتصادية لمواجهة المنافسين أسرار صناعية لمنع الرقباء من التنافس ما في أحد ما في شركة من الشركات تكشف عن أسرارها خوفا من الاستنساخ وخوفا من الرقباء إذن الدولة اللي عندها أسرار عسكرية واقتصادية وصناعية وما شابه ذلك قوانينها مكشوفة وظاهرة ونحن أيضا نقول بذلك القرآن الكريم عبارة عن أوامر الله ونواه الله وهو أمر مكشوف وبلسان عربي مبين نستطيع كل أحد أن يقرأه وأن يفهمه على مستواه وإن كان القرآن أيضا بطون ولكل آية ولكل قضية طرحت في القرآن سبعين بطنا بس على كل حال ظاهر الآيات هي مكشوفة للجميع إضافة إلى بعض الأمور التي ترتبط بالشخص مثل قضايا الزوجية قلنا إنه لا يحق لأحدا يكشف ما يجري بينه وبين زوجته من أمور حميمية خاصة لكن أيضا أحيانا الرجل يكشف سرا لزوجته أو الزوجة تكشف سرا لزوجها هل يجد لأحدهما أن يكشف هذا السر للآخرين ربنا أنزل سورة كاملة في كتابه الكريم حول هذه القضية وهي سورة التحرين وإذ من آيات هذه السورة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به النبي تحدث مو مهم على المارض أن أنقل قصة هذه المسألة هذه الآيات المباركة لكن النبي أسر إلى إحدى زوجاته بسر هذه المرة كان عليها أن تستر على هذا السر وأن لا تكشفه لكنها نبأت زميلتها فلما نبأت به وأظهره الله عليه الله كشف عن خيانة هذه وكشفها لسر النبي عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به النبي خبرها أنك كشفت هذا السر لزميلتك قالت من أنبأك هذا؟ يعني بعد ما كانت مؤمنة أن هذا نبي مرتبط بالغيب والله كل شي يقوله قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت إلى ماذا؟ إلى معصية الله إلى مخالفة أمر الله إلى ما يوجب غضب الله إن تتوبى بس هاي النقطة السوداء تبقى في تاريخكم والله ينزل سورة تتلى آناء الليل وأطراف النهار حول هذه الخيانة الزوجية لأنه لا يجوز لأحد أن يكشف عن سر أحد إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تراهر عليه قريب تهديد وبعدين هذا التهديد الله يبين قوة النبي في مقابل هذا الأمر وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى تهديد أيضا آخر عسى ربه إن طلعكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم تهديد بشنو بالطلاق عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله ويوم اللي ارتضى هذا الرسول وكشف الغيب والسر له هذا النبي ما يكشف للناس يعني السر يبقى السر عند النبي إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدق أنت مكشوف لربك تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك الله ما عند النفس به المعنى اللي عندنا لكن هذا النبي يقول أنت تدري كل شيء أنا ما أدري عنك أنت غيب بس أنا بالنسبة لك مو غيب الله يعلمه ما بذات الصدق عالم الغيب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذا جاءهم خبر عن السلام أمن عن الحرم أذاعوا به كيف يجوز الله؟ أن يذعوا هذا الأمر آيات مباركات حول قضية حفظ السر باعتبار أن ذلك يترتب عليه ما فيها الخطرة ما يجوز واحد يكشفه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أنهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم على كل حال ما من إنسان إلا وعنده سر شلون الإنسان يتعامل مع مجوهراته مع أمواله هل أحد من الناس رأيتهم في حياتك أنه جاي بالشارع وماخذ في مجموعة من الدولارات من الدنانية ومن أي تعمل من العمل اليورو بالشارع دا يمشي دا يبين للناس أنه عنده فلوس كل الرجال يخفون ما عندهم من أموال كما أن النساء يخفون ما عندهم من أعمار المرأة ما تقول كم أمراه والرجال ما يقول كم عنده فلوس بالعكس تشوف كثير من أصحاب الأموال يتظاهرون بالفقر حتى لا يكشف الناس ما عندهم من أموال وين يحتفظون بهذه الأموال سابقا لم تكن هناك مصارف وبنوك كانت هناك صناديق وكانت الصناديق أمنع الأماكن من تطفل المتطفلين من احتمال أن السراق يصلون إلى أقفال وطبعا إلى اليوم حتى في البنوك التي تدع فيها الأموال صناديق كبيرة وأنه ما في صناديق إلى الآن الصناديق هي التي تحفظ أموال الناس وعادة هذه الصناديق من الحديد وهي تقاون النار بناية ضخمة تسقط على صناديق حديدية لا يصيبها شيء لأن صناديق ليش؟ لأن المجوهرات غالية لأن المال غالي من شر خايفين؟ من سرقة السراق زين السر أخطر وأغلى أم المجوهرات إذا كشف عن سر المال عن سر الصندوق فإن الشخص يخسر ماله لكن إذا كشف عن سره ظل ما يخسر حياته كثيرا ما يكونوا السر يرتبط به وجود الإنسان سلام الله عليه الإمام الصادق روي عن أحد أصحاب الإمام الصادق قال دخلت على أبي عبد الله أيام صلب المعلى بن خنيس معلى بن خنيس كان رجل من أصحاب الإمام الصادق الخلص وكان الإمام يعتمد عليه في أمور منها ما يرتبط بتجارته لأن الإمام الصادق لم يكن يريد أن يكون كلا على الناس فكان عند بعض التجارة يقوم به المعلى ابن خنيس فقال لي هذا صاحب الإمام يدخل على الإمام يوم اللي صلبه المعلى بن خنيس قال يا أبو حفظ إني أمرت المعلى ابن خنيس بأمر فخالفني قلت له إياك أن تكشفه فإن فيه رأسك هذا الأمر لا تكشفه لكن خالفني فابتلي بالحديد بعدين الإمام بيّم شنو كان هذا الشر هذا السر شنو كان قال إني نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين شفت هذا صاحب قاعد كئيب حزين فقلت له ما لك يا معلى كأنك ذكرت أهلك ومالك وعيالك الرجل كان من العراق والإمام في المدينة يقول آه ذكرت مالك وعيالك وزوجتك قلت قال نعم قلت أدن مني فدنا مني فمسحت واجهة للإمام فقلت أين تراك وين أنت الآن قال أراني في بيتي هذه زوجتي وهذا ولدي فتركته يعني ابتعدت عنه حتى تملأ منهم واستترت منهم حتى نال من أهله ما ينال الرجل من أهله ثم قلت له أدن مني ظهرت إلى مرة ثانية فدنا مني فمسحت واجهة فقلت أين تراك ها أنت الآن وين قال أراني معك في المدينة هذا بيتك فقلت له يا معلّ إن لنا حديثا من حفظ علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه نحن عندنا أمور لازم الناس يحفظوا هك لسبب من الأسباب يكشف النبي أي نبي من الأنبياء أو يكشف وصية النبي سرا لأحد هذا السر لازم يبقى سر تكشف ما بقسر إن لنا حديثا من حفظ علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه يا معلّة لا تكون وأسرى في أيدي الناس خليك بعيد خليك ما يعرفوك لتكون أسير لأنه إذا كشفت عن سرّك صار هو يقدر يأخذك بهذا السر لا تكون وأسرى في أيدي الناس بحديثنا إن شاءوا أمنوا عليكم وإن شاءوا قتلوكم يا معلّة إن من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه هذا الحديث الله يخوّل إلى الرؤية بالنسبة إله إلى بصير بالنسبة إله نور يصير بين عينيه فيرى الحقائق ورزقه الله العزة في الناس ومن أذاء الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعظه السلاح أو يموت مكبّلا ما لهم؟ شاء كل واحد يعجبه يكشف سرّ من أسرار الأنبياء والله يريد افتخر بسرّ من الأنبياء في بعض الأمور قالها النبي وقالها ألا أن سلام الله عليهم وأصروا على أن هذه يجب أن تبقى أسرار الآن يجي يظهر نفسه ويبين أنه رجل مهم ويفتخر على الناس ويجي يكشف هذا الخديث شنو هذا يجوز شرعاً المخالفة جائزة مخالفة الله جائزة مخالفة النبي جائزة هذه من أكبر المعاصي على كل حال كما الإنسان يحفظ أمواله ومجوهراته في صناديق حديدية لا بد أن يحفظ سرّه في صندوق هذا الصندوق شنو؟ صدره صدر العاقل السلام الله عليك يا أبي الحسن يا أمير المؤمنين أمثلت دقيقة عميقة جميلة مفهومة لكل الناس صدر العاقل صندوق سره والبشاشة حبالة المودة والاحتمال قبر العيوب ثلاث قضايا مهمة يضرب الإمام علي مثالا لكل واحدة منها بالنسبة إلى السر يضر المثال الصندوق سرّك من دمك فلا يجري في غير أوداجك يعني إذا أنت قطعت ودج قطعت شيء من جسمك من عروقك وهذا الدم طلع من جسمك وراح بجسم واحد ثاني بعد هذا ما بقى دمك سرّك من دمك فلا يجري في غير أوداجك بعض الناس يظن أنه إذا كشف سرّه لغيره فغيره سيحتفظ به إذا كان صدرك ضيّقا لا يستطيع الاحتفاظ بسرّك فصدّر غيرك أضيق يقولنا إذا تريد فر السر بسرعة ينكشف شائعة من الشائعات تنكشف بين الناس خبر واحد وقل له ترى هذا السر عظيم لتكشف لأحد يكشف للثاني يقول هذا السر عظيم لتكشف أحد والثاني للثالث ويشيع بين الناس لأن الناس يحبون أنه يبينون عندي فرشي أنت ما عندك أنت ما عندك أنا عندي أنت ما عندك هدهد حينما غاب عن التغطية على سليمان بن داود وسليمان هدده بأنه يعذب يعذب الهدهد يعني شوني أنت فريشة مثلا يقطع راسة مثلا يوم اللي إجاء قال لي عندي فرش سر أنت ما عندك أنا عندي شيء أنت ما عندك هدهش أنت ما تعرف أكو أمرأة تعبد من دون الله في اليمن على كل حال هناك رب العالمين كان يريد يبين لسليمان أنه نحن لا يعطي كل الأسرار أحيانا رب العالمين يعطي السر لهدهد ولا يعطيها لبشار الآن يجي بعض الناس الجهل في الحقيقة يقولون أن هؤلاء يدعون أن علماءهم يعلمون الغيب العلماء بنفسهم أو أن أمتهم يعلمون الغيب طبعا علماء أمتي في حديث رسول الله يعني الأئمة سلام الله عليهم وليس كل عالم وليس كل من حفظ الكتب الأئمة عندهم سر خير إن شاء الله نحن لا نقول أنهم من ذاتهم نقول أن الله يعطيهم فالله الذي قد يعطي سرا لهدهد ولا يعطيه لسليمان بن داود الذي علمه منطقة الطير وسخر له البشر وسخر له الجن وسخر له الرياح لكن يعطي هذا السر لهدهد ما يعطيه لسليمان بن داود المهم هل الإيمان أيضا من الأسرار أحيانا نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدايات بحثته المباركة كان عدد المسلمين قليلا يقولون فلان ربع الإسلام لأنه أربعة أشخاص كانوا مؤمنين فلان خمس الإسلام لأن خمسة أشخاص عددهم قليل العدو كثير وأقوى من عدهم وأجرأوا على الله وعلى رسوله وعلى إراقة الدم الحرام فكانوا يجتمعون سرا في دار الأرقم ابن الأرقم كان هناك يجتمعون سرا يجتمعون ثم فيما بعد جاء الأمر بإذاعة الإيمان الآن يطلع واحد يقول آه الجماعة يؤمنون بالتقية نعم ففررت منكم لما خفتكم موسى من عمران يشرب ويهر حينما يخاف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان حينما يكون علي خطر إذا أعلنت إيماني فلا بد أن أسترى إيماني كما فعل أصحاب النبي إلا أنه نقول هنا أصحاب النبي ما لهم قيمة يعني أصحاب النبي طين إصطناع يبيدنا أحيانا نستشهد بيهم أحنا أحيانا نرميهم ما نستشهد بيهم هذا أصحاب النبي والنبي والنبي نفسه كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أربعين سنة حفظ هذا السر ما كشف هذا السر للناس مع أنه إيمان وقال هذه الآية المباركة المعروفة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه عجيب هذا كان يؤمن بالتقية هذا مثل دينه أنه هذا كان يؤمن بالتقية كان يؤمن بالتقية الله دا يقول يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كان من قوم فرعون فكان ينصحهم من دون أن يكشف أنه مؤمن بموسى وإلا كان يقتله فكان ينصحهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله خير إن شاء الله خلي بي ربي الله ثم إن أسرار الناس في الحقيقة أمانات هل تجوز الخيانة في الأمان؟ شخص أعطاك مبلغ من المال تصرض ترميم الشارع تهدي هدية لشخص آخر كما لا يجوز لك أن تهدي أمانة مالية لأحد إلى شخص آخر لا يجوز لك أن تكشف سره لأحد من الناس ليش؟ لأن هذا في خيانة للأمانة وأيضا فيه نقض للأحد يقول ربنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صاحبنا أتيت تكشفين خبروا تسمح لي هذا الكلام أبين الإفلان أو ما أبين أما بدون إجازته ما يجوز وهي خيانة للأمانة ولعل أن عذاب ذلك أشد من عذاب الخيانة في المال وأوثوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة كم من حوادث في التاريخ وقعت وهذه الحوادث كانت مؤسفة وكارثة على أصحابها لانكشاف السر كم من حوادث كادت أن لا تقع لانكشاف السر لأحد لولا أن أمور تغيرت تدرون ثورة 23 يوليو كما يسمونها الانقلاب العسكري الذي قام به الضباط الأحرار في مصر على الحكم الملكي كاد هذا الانقلاب أن يفشل وأن أصحابه يدعون في السجون أو يعدمون بتهمة الخيانة العظمى لأن أحد الضباط الأحرار دخل في بيتي حتى يلبس ملابسه ويطلع بس كان مستعجل والدتها سألت من عنده خير إن شاء الله؟ قال مستعجل خير وسط الليل وين رايح إنته؟ شونه مستعجل؟ شونه صاير؟ عادة لما هات يتوجسون أخي فتنن حوادث مؤسفة صايرة فدواحد ميت شلبتني شو الموضوع؟ قال ماما إحنا الليلة ستقع حادثة جدا مهمة أكو تغيير النظام وأنا واحد من هؤلاء الذين يشاركون في ذلك طلع بره إجا أخوك أخوك كان اشتغل في المخابرات فأمه قالت لا تدري أخوك يا أخو فلان يا ابني تعرف أنه الليلة أكفت حادثة عظيمة راح تقع تغيير النظام هذا هم طلع بره يخبر السلطات لولا أن الضباط الأحرار سرعوا وأبكروا خمس ساعات قبل موعد عملهم فيوم السر كاد أن يصل إلى أصحابه كان الأمر مقضية كل شيء من تلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الخروج من جهة اليمين في معاركه وغزواته وما شابه ذلك أول شيء كان يطلع من جهة الأخرى بعدين آخر شيء التف النبي دي يطلع بره مع جماعة لعل أحدهم جاسوس وفعلا كانوا جواسيس لقريش راح يخبر أنه طالع جهة مثلا مكة وهو جهة أخرى فالنبي كان يعمي عليهم دي يطلعون بره من المدينة باتجاه الشمال والقصد هو اتجاه اليمين بعد مدة يرجعون إلى هناك إذا الكشف السر سرك أنت إذا تحتفظ به خلي عندك يعني من الآن إلى نهاية الحياة وأسرار الناس بالذات تدري الناس أسرارهم واني ودعوها في الصناديق اللي ما تنكشف إذا كنت ممن يحتفظ بسر الناس سيكشف الناس أسرارهم لك وإذا كنت ممن يذيع الأسرار ما حد يعطيك سر دائما هذا صندوقك يكون فارغ يقول الإمام الصادق سلام الله عليه من أذاع سر قال لا أحد أذاع سر لا أحدهم قال إياك أن تفشيه فإن فيها رأسك فتشاه فأفشاه فقتل غير معلاء ابن خوني إذن كشف السر من المحرمات وعند الدول وفي القوانين الأسرار العسكرية كشفها يعتبر خيانة عظمى يحكم عليه بالإعدام فلان جاسوس أسمى التجسس ليش حرام لأن تكشف أسرار الناس بدون إجازة من أجلهم لذلك تجسس حرام ولا تجسس نتجسس على شيء المكشوف هو مكشوف لكن الشيء المستور ما يجوز إلك أن تقاول أن تعرفه وأن تكتشفه حتى لو كان هذا السر مجرد غسالة شوف السر منه يعين صاحبه أنت لا تقول هذا مو مهن هذا مو سر عندك مو سر هذا صاحب السر مين يدي الناس يعرفه لا أي سبب من الأسباب طبعا القاعدة الرئيسية هنا أن لكل ظرف ما يتطلبه يعني الظروف الموضوعية حاكمة هناك بعض الأسرار يجبان تكشف بعض الأسرار لا تكشف بعض الأسرار اليوم تكشف بعض الأسرار في يوم آخر تكشف السلام عليكم الدول الآن تعرفون بعد مرور خمسة وعشرين عام بعض الدول تكشف عن أسرارها لكن بعد إنقضاء مدة طويلة من الزمن وكشف هذه الأسرار ما تكون مضرّة تلك الدولة الدول الآن حقيقة 25 سنة 30 سنة يحتفظون ببعض الأسرار يحتفظون بها إلى هذه الفترة الطويلة 30 سنة ثم بعد ذلك يسمحون بعضهم عندهم قوانين أنه بعد مروا 30 سنة يجوز كشف هذه الأسرار طبعاً أسرار العسكرية ترتبط بحياة الناس بوجود البلد وبالنسبة إلى جميع الأمم هذه قضية واضحة ومعروفة لكن القضايا الفردية الأسرار الفردية أيضاً لا يجوز الكشف عنها إذن صدر العاقل صندوقه سره ما يطلع من هذا الصندوق يبقى عندما يكشف والبشاشة حبالة المودة التبسم بشاشة يعني اللقف بشة يعني لطفة استقبل الناس بالبشاشة يعني بشنو؟ بلطف هذا اللطف شنون يظهر؟ يظهر هذا اللطف على قسمات الوجه على الشفتين بابتسامة استقبلهم هذه بشاشة البشاشة قضية وسيطة الإمام علي بعظه متى يتحدث عن البشاشة وفي بعض الروايات عن التبسم مستحب من المستحبات البشاشة من المستحبات التبسم في وجوه المؤمنين ليش؟ شنو هذه القضية؟ أحياناً قضية صغيرة بس كلش مهمة كمثل صيني يقول من لا يعرف أن يتبسم لا يجوز له أن يفتح متجرم من تقدر تضحك في وجوه المشترية لا تفتح لك متجرم الناس يحبون اللي يتبسم في وجوههم يستقبلهم بلطف سواء كان تاجر سواء كان مسؤول أما المتجهم العبوس فالناس ما يحبوا أصلاً البشاشة مع صغرها لكن مسيدة مسيدة شنو؟ محبة الناس البشاشة حبالة المودة حينما تجعل الشخص يحبك فإنه ينصع لك يسمع كلامك يشتري من عندك يحبك أنتوا جربوا يوم اللي تدخل على البقال لكن هذا البقال يستقبلك بوجه بشوش لطيف يرحب بيك وبقال آخر لا وهذا البقال مع أنه يبيع أغلى بس أنت تروح يمنا ليش؟ لأنه بالإضافة إلى البضاعة ده يعطيك البشاشة تقولي يسوى يحترني ويكون لطيف وياي وإن كان آخر من عندي سعر أغلى والغريب أن جميع الصفات اللي عند الإنسان فيها عدوى يعني يوم اللي تتبسم في وجوه الناس الناس يتبسمون في وجهك ما شيء لكن إذا متجاهم إذا كنت متجاهم الأمور النفسية قبل الكلام تنتقل للطرف الآخر وتؤثر فيه اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك أنت لا تنوي الشر بالنسبة إلى الناس الناس ما ينمون الشر بالنسبة إليك انظر إلى الجاهة المشرق في حياة الناس ينظرون إلى الجاهة المشرق في حياتك كان غاندي يذهب إلى الغابات ويرجع سالم في غابات الهند الموحشة المليئة بالخيوانات الكاسر ويقول الحيوانات ما تتقرب إلي لأنه أنا ما ناوي أن أضربها أن أطلق نار عليه أن أعمل الشر بحقها فما دومت أنا ما ناوي شر بحق الأسد فالأسد أيضا لا ينوي الشر بحق أنا ما أعرف في عالم الحيوانات هل هذا صحيح أو لا بس هذا الكلام الذي كان يقوله هو هذا الفعل الذي كان يفعله يوم اللي عندك نية سيئة بحق إنسان فقبل أن تظره بلسانك بتهديدك مثلا هذه النية تنتقل إلى روح ذاك الطرف هو هم ينوي الشر لذلك بعض الأوقات تشوف إنسان فتشعر بأن هذا ينوي الشر إليك فتتخذ موقف الدفاع من عنده ليش؟ مع أنه ما قال شي ما ظهر من عنده شي بس نفسي تقائم على هذا لأن الصفات النفسية فيها عدوى وتنتقل كيف يكون الإنسان بشوش؟ بتصنع الابتسامة الإنسان يولد باكيا ما يولد ظاحكا أكوا أطفال ولدوا وهم يضحكون بس قلة فالإنسان لازم يتعلم التبسم والله أنا ما متعود على أن أكون بشوش خوة تعلم تعود خير إن شاء الله ما قد يكلفك؟ تعرف البشاشة والتبسم هذا لتأثيره إيجابي كبير هو يأقل يكلف الإنسان من التهجم وتجهم والعبوس وما شاء الله ذلك يعني كذا عضلة لازم تحركها حتى تتبين نفسك غضبان لكن عضلتين ثلاثة تحرك ومتبين أنت بشوش حاول أن تتعلم التبسم من خلال ولو التصنع لو كانت أنت كئيب وتشعر بحالة سلبية داخلية وتكون سلبي رح قدام المراية وتبسم في وجه نفسك شوف حالتك النفسية تتغير يولا هذا يقوله علماء نفسها يقول إذا شفت كل ما مرتاح أقعد بشوري أضحك زين إذا أضحكت واحد يموناس وضحكون عليك ما يخير فالمره مخلي يضحكون عليك من جد وأنت تحصل فلس فائدة تصنع التبسم في وجوه الناس أذكر واحد كان كل ما يمشي أشكر يمشي قدام الناس فواحد قال هذا شوي قلت له والله ما بيشي بس هاي طريقته هذا وجه هاي الشكل إذن البشاشة البسيطة هي حبالة أي مصيدة لمحبة الناس ومعنى أننا نقول حينما تتبسم تدخل السرورة في قلوب الناس يعني تدخل السرورة في قلوب في قلب نفسك أيضا أول من يحصل على الفائدة من التبسم هو أنت قبل أن يحصل عليه الآخر تشعر بالسعادة تشعر بالفرح بالسرور وما شابه ذلك يقول النبي ضاف إلى التبسم حبالة المودة وينفع في مجال السياسة وفي مجال الاجتماع وفي العلاقات العامة وفي التجارة البشاشة مستحبة لك الأجر والثواء ويقول النبي في هذا المجال خسن الخلق يثبت المودة وخسن البشر يذهب السخيمة بينك وبين صاحبك نوع من التباغظ صار بينك وبين شيء روح يما يضحك هو هم يضحكوا إياك ما مرتاح من عندك روح قبله وتبسم في وجه شوف وراء يتغير له ما يتغير ويقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ما تقدر تكسب الناس بمالك لأن ما عدكم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجوه فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن الخلق أصلاً عند الناس لما نقول حسن الخلق مع أن هذا المعنى واسع جداً ومفرداته كثيرة اللي يجي في بال الناس لما نقول فلان واحد حسن الخلق يعني بشوش يعني أول شيء يظهر من حسن الخلق البشاشة يقول النبي أيضاً تبسم الرجل في وجه أخيه حسن تدور حسناتي ولا إذا في الشارع تمشي تتبسم في وجه هذا في وجه ذاك تسلم على هذا تسلم على ذاك وإنت إذا تمشي إذا تحصد ثواب يمكن كل بسم الله يطيك فيلا في الجنة أو أخرية يقول الأمام السجاد من قال لأخيه مرحبا رواية جميلة جداً هذا واحد قال للصاحبة مرحباً بك مرحباً أهلاً أهلاً وسعلاً كل هذه نفس الكلمة من قال لأخيه مرحباً كتب الله له مرحبا 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 إلى يوم القيامة هو مرة واحدة قال مرحبا بس الله يكررها إلى الحديث الشريف يقول قد يقول قائل يا عمي احنا وين وهالكلام ما لكم وين تبسوم والبشاشة واللطوف عمي احنا حياتنا ما الآن بأسباب الحزن فقور وبلايا وأمراض ومشاكل وخوف شهرات ما سمت في وجوهنا يقول الحديث المؤمن العلامات المؤمن شنو حزنه في قلبه وبشره في وجهه مع أنه حزين لكن هذا الحزن ما يبينه يبين الناس البشر يقول الإمام عليه سلام الله عليه في صفات الرجل التقي يقول هشاش بشاش لا بعباس عبوس يعني تجهن في وجه الآخر هشاش بشاش لا بعباس ولا بجساس من يتجسس على الناس صلب كظام بسام دائم البسمة بسمة مرة وحدة تبسم مرة وحدة لكن بسام يعني كثير البسمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائم التبسم وربما كان يضحك بس مو يضحك صوت عالي لا لكن كانت دائم التبسم في حياته كلها إذن صدر العاقل صندوق سره والشاشة حبالة المودة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين zobaczyك صعب بإعطاء شكرا شكرا